بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة مستر نورو المالوميات سعيد أنا تواجد معكم في هذه الحلقة الجديدة أولا قبل أبدأ في الشرح لو كانت لك أو المشاهدة لقناتنا لا تنسى الضغط على زر اشتراك تفعيل معها خاصية الجرس ليصلك كل ما هو جديد شيء ثاني سوى في هذه الحلقة وحلقة سابقة أي تطبيق تحدثت عليه تقوم بتحميله أسفل هذا الفيديو من موقعي مستر نورو للمالوميات حلقة اليوم إن شاء الله سوف تحدث فيها عن تطبيق حيث منه يقوم بالتعديل يعني من البصمة التي تكون على هاتفك حيث بهذه البصمة تستطيع أن تقوم بعدة أعمال سوف تشاهدها مع هذا التطبيق الذي سوف ندخل إليه الآن هذا هو اسم التطبيق أيضا كما أخبرتكم تقوم بتحميله أسفل هذا الفيديو بعد أن تدخل إليه لديك ثلاثة علامات تستطيع التعامل معه يعني تستطيع اختيار أشياء ما تستعمل لأصبعك في البصمة مباشرة سوف يساعدك في العمل وخاصة التي يوجد عليها البصمة في شاشة الهاتف أو سواء على القفل الذي يكون سوف تساعدهم كثير ما تدخل إلى التطبيق تقوم بتفعيله من هذه الخاصية كما تلاحظ هنا وتختار هنا في الخيارات التي تكون عليها يتكون نال 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 أو يعني لغير مستعملة تضغط على أولى فيها هكذا سينجل تاب تختار شيء الذي تريده مثلا سوف نجرب نحن على سينجل تاب باك أو هوم يعني ما يتضغط عليها يعود مباشرة إلى الخار يوجد خيارات أخرى مثلا سليب ليجعل هاتفك في وضع سليب أو وضع نائم ولكن يجب أن يكون عليه روت التي توجد بين قوسين كلمة روت يجب أن يكون على هاتفك روت مثلا هنا باور باطن أشياء كثيرة سوف تلاحظ عليها هنا هنا حتى تستطيع استعمال مشغل الصوتي الذي يكون على الهاتف وأيضا توش خاصة بالهاتفك بإشعال الضوء مثلا سوف نجرب نحن على توش نضع على هذا الخيار مثلا سوف يقوم بلمس الهاتف البصمة أنظر معي مباشرة يقوم بإشعال الضوء الخاص بالهاتف لو نقوم بسحبه الآن لإيقافي هكذا نقوم مرة أخرى بالضغط عليها هكذا سوف يقوم بكما أخبرتكم هكذا تعطي الخيار هذا أنظر معي الآن مباشرة سوف يعمل هكذا الضوء عليها مباشرة هذا بالنسبة للخيار الأول مثلا تضع double tap أو ضغط مرتين للحصول على الهوم أو رجوع مباشرة إلى الهوم انظر معي ما تضغط مرتين يعود بك إلى الهوم أو إلى رجوع إلى الخلف الككل إلى يعني دخول إلى هاتفك الخلف الخيار الأخير هو fast tap مع سحبه مثلا سوف نجرب نحن التطبيقات تستطيع أيضا حتى وراء التطبيقات تضغط هنا تنزل أسفل إلى أبسل تضغط عليها يعطيك جلة التطبيقات التي موجودة على هاتفك وأنت تستطيع اختيار أي تطبيق لإستعماله مثلا سوف نجرب نحن الكاميرا هكذا الآن ما إن تقوم بسعب هاتفك هكذا على البصمة سوف تفتح لك الكاميرا بشكل يعني تلقائيا هكذا كما تلاحظ معنا تم فتح الكاميرا الخاصة بالهاتف كما تلاحظ أخي الغالي هذا هو التطبيق الذي أردت أن أشرحه اليوم أتمنى أن أقدم الإعجابكم لو أن الإعجابكم لا تنسوا نشروا حتى تعمل فائدة بيننا ولو كانت لك أول مشاهدة لقناة مستر نور المالميات كما أخبرتكم في أول حلقة لا تنسى دعمنا بالضغط على زل اشتراك تفعيل مع خاصية الجرس ليصلك كل ما هو جديد حتى الآن أنت من هذا الشرح سوف أضرب لكم موعد آخر في حلقات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى مع السلامة